إلى كلمة للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله فيما يتعلق بالتعاطي مع ملف النازحين في هذا الملف نحن ندعو أولا إلى التعاطي مع قضية النازحين ومع ملف النازحين من زاوية إنسانية بحتة وعدم تسييس هذا الملف من قريب ولا من بعيد وبالتالي العائلات النازحة اللائدة بلبنان يجب أن تحظى بالعناية سواء كانت موالية للنظام في سوريا أو معارضة للنظام في سوريا أو من المنطقة الرمادية وإذا كان هناك أي ملاحظات حول تسييس هذا الملف يجب أن يصغى إليها وتعالج أيضا نحن لا نستطيع كلبنان لأي اعتبار أن نغلق الحدود مع سوريا مع تفهمنا وتقديرنا للمخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا النزوح الكبير والكثيف يجب أن نتقبل هذه النتيجة الإنسانية ونعمل على معالجة تداعياتها إذن هي كانت كلمة لي السيد حسن نصر الله كلمة الأخيرة فيما يتعلق به هو وكأنه البعض يقول هو رد على التأيض لا هو يتحدث كيف ينسجم عندما يقول لا لحظة بس خليني لا أعتقد أنه أحد ربما في لبنان أكثر قدرة وتقدير واستقراء للواقع الأمني وخطورته في لبنان أكثر من حزب الله ورغم ذلك يقول ينبغي أنه تعامل مع الموضوع بشكل إنساني وعدم تسيس الموضوع لأنه البعض حتى يتهم تكتل التغيير والإصلاح بأنه استغلال سياسي لمكسب انتخابي ونحن على أبواب انتخابات قادمة أولا من زاوية إنسانية سمحت السيد لم يلغي فرضية الأمن والملائمة والواقع الاقتصادي لكن دعا في نفس الوقت إلى عدم إقفال الحدود التعامل بإنسانية مع هذا الملف وليس أتهم هؤلاء أو التخويف منهم ورغم لم يدرك يعني لم يخرج منهم أي شيء بعد هذا يريد أن يسلهم عملي الأمر يكون عند الحكومة إذا جيد هذا طرح وهذا طرح موضوعي وأقلاني ولكن يريد التنفيذ التنفيذ على الأرض أن يكون ملائم أن يكون الدولة قادرة أن تتمكن الدولة من ضبط الأمن فيما لو حصلت فرضية التسيب الأمني لأنه فرضية موجودة وإيه لعنة سمحت السيد أن يكون هناك قدرة على رعايتهم وأن يكون هناك قدرة أيضا على حمايتهم وحفظ قرامتهم لحين عودتهم طيب ما مشكلة النازحين هنا مشكلة الحكومة يعني لماذا دائما تصريحات التكتل اتجهت صوب النازحين تحديدا ولم تتجه صوب الحكومة يعني البعض عندما يقول أنه هذا تسيس واستغلال انتخابي ربما قد يكون محقا إذا نظرنا بهذه النظرة مش صحيح الكلام أولا مسألة هاي مسألة بالسياسة ومسألة بالأمن ومسألة اجتماعية ومسألة ديمقرافية ها أربع عناصر لا يمكن لأحد في لبنان تجهلون بصرف النظر عن الواقع الإنساني العمل غير الإنساني هو أن لا تتمكن من رعيتهم مش أن تدعو إلى رعيتهم هو عندما تقبل أعداد أنت تعرف سلفا أنه ما فيك ترعاه وما فيك تصرف عليهم أموال وإلا ما تدعي للذهاب إلى الدول العربية للمطالبة بالدعم المالي هذا يعني أن الدولة في مكان ما غير قادرة إنسانيا على تحملهم ماذا نفعل هل نبقى نستقبل ونحن نعرف أن هناك فراغ ما بين ملاعمة الدولة وكدرتها وما بين الأعداد القادمة إلينا بصار في النظر عن الواقع الأمني لأنه له غير عناصر هذا السؤال نحن ما طالبنا أن نستقبل الأعداد التي يمكن لنا كدولة وكشعب أن نستوعبها أن نساعدها أن نحفظ كرامتها أن نجعلها تتمكن من العودة إلى بلادها عندما تهدأ الأوضاع لذلك عندكم رؤية أنتم في التكتل استغيير ونستحشون رؤية إدي العدد الممكن تقدروا تستوعبه أو الحكومة تقدر إذا تركيا بحجمها المالي وقدراتها ومسحاتها وإمكانياتها المختلفة الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادي قادرة على استعاب 200 ألف هل لبنان قادرة على استعاب نصف مليون؟ على الأقل عملت لمخيمات على الأقل عملت لمخيمات وسلمتهم للمفاوضات الأمم المتحدة فيما يتعلق باللاجئين نحن في لبنان لم نعترف بهم أصلا حتى نازحين لم نعترف بهم لا لأنه في لبنان أنت لم تكن طرفا في هذا النزاع ولم تكن في جهوزية لمساعدتهم والدعمهم لإقامة لأنه تتذكر المخيمات أقيمت في الفترة الأولى عند بدء المعارك عند بدء المعرك في سوريا وكانت تركيا والحدود التركية السورية مفتوحة وكانت تركيا طرفا في هذا النزاع وكانت مجبرة على أن تقوم بهذا العمل من الناحية العملانية المدنية وليس من الناحية الإنسانية مثلا الأردن الأردن شبيه لبنان من حق بجميع الاتجاهات الأردن شبيه لبنان ورغم ذلك أنشأوا مخيمات وتركوا الحدود مفتوحة مع اللاجئين وسلموا الأمر إلى مفوضية الأمم المتحدة فيما يتعلق باللاجئين لبنان لم يساعد هؤلاء ويريد إقفال الحدود ليس فقط لبنان طرف سياسي يريد ضبط الحدود تقدر تقول لي هلأ في الدولة اللبنانية هل الدولة اللبنانية لديها السجلات بالداخلين والخارجين من وإلى لبنان إذا حدى بالدولة اللبنانية يقدر يعطينا سجل واحد من هم الذين دخلوا ومن هم الذين خرجوا من لبنان في غضون شهر سؤال في محله هذا سؤال لذلك كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تقوم بواجبة طالماعي منا عارفة ما يصير على أراضيه سنشاهد في الجزء الثاني من هذه الحلقة أعداد تقديرية إلى حد ما فيما يتعلق بعدد النازحين السوريين في لبنان بعد الفاصل نتحدث في هذا الموضوع وأيضا سيقوم معنا اتصال مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور على الرغم من وجود النازحين السوريين أو اللاجئين السوريين في لبنان أو مضى على وجودهم ما يقرب من عاما إلا أنه لا يوجد تقديرات رسمية للحكومة اللبنانية فيما يتعلق بعدد هؤلاء هناك أيضا تضارف في الأرقام على أي حال فيما يلي نحن نعرض التقارير الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وطبعا هذا التقارير كل أسبوع ربما يتغير ففي آخر تقدير أسبوعي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكان في الثامن والعشرين من الشهر يقول أن عدد النازحين السوريين في لبنان بلغ 170.637 نازحا بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغ عدد المسجلين لديها على الأرض اللبنانية طبعا 126.724 في حين هناك 43.913 من المقرر تسجيلهم يقول التقارير أن النازحين السوريين يتوزعون في محافظات لبنان على الشكل التالي شمال لبنان 64.798 البقاع 49.692 بيروت وجنوب لبنان 12.234 في الثالث من الشهر الجاري نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن جهات دولية معنية بملف النازحين السوريين أن أكثر من 30 ألف سوري من المسجلين في قوائم النازحين قد عادوا إلى سوريا خلال الشهرين الماضيين أي بعد أن كانوا في لبنان توقعت سفيرة ألمانيا لدى لبنان أن ينزح من سوريا إلى لبنان في العام الجاري في العام 2013 نحو 150 ألف سوري لافت إلى أن الأمر قد يفوق هذا العدد بأشواط فيما لو استمرت الأزمة السورية أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ زيادة أسود وهو عضو تكتل التغيير والإصلاح طبعا بالنسبة للأرقام التي ذكرتها قبل الفاصل أو تحت الهواء كنت تتحدث عن أرقام أبعد من ذلك بكثير هل لديكم معطيات حول هذه الأقام؟ أعلى معطيات والمعلومات اليوم اليوم معلومات المتداولة 450 والعدد قد يزيد تسمح لي الآن معنا وزير أشؤون الاجتماعية سيد وائل أبو فاعور مرحبا بك معي للوزير أسألك بشكل مباشر طبعا الحكومة في آخر جلسة لها كان هناك خطة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف النازحين هناك توجه إلى الجامعة العربية سيكون هناك اجتماع في الجامعة العربية وهناك أيضا طلب منحة من مساعدة دولية لإعادة أو لمساعدة النازحين السوريين لو تلخص لنا فحوة هذه الخطة الحكومية أولا مساء الخير مساء النور أولا هناك خطة خطة إغاثة التي تدور لها الوزارات اللبنانية المعنية ووزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العليا الإغاثة إلا فيه إلى ذلك هناك مجموعة إجراءات أسمعناها خطة سيادية التي لها علاقة بكيفية كيف نحفظ سيادة وأمن البلد وكيف لا نسمح بين عكسات اقتصادية كبيرة أو عكسات أمنية كبيرة للنزوح السوري الفلسطيني الحاصدة للبنان سيكون هناك جهد خاص لفخامة رئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة بالتواجه إلى أكثر من موقع دولي وعربي لطلب مساندة لبنان في هذا الأمر ودعوه إلى تقاسم الأعباء مع الدولة اللبنانية سواء لجهة أعداد النازحين أو الأعباء المالية طيب معالي الوزير هل لديكم تقديرات حول عدد النازحين حاليا سوريين في لبنان؟ أستطيع أن أعطي أرقام لست متأكدة منها ولكن 170 ألف نازحهم الذين تسجلوا أو الذين ينتظرون التسجيل لدى المسوضيين أقدر أن يكون العدد أكثر من ذلك بخليل حلفاؤكم في الحكومة أو شركاؤكم في الحكومة تكتلوا التغيير والإصلاح كان يتخوف من موضوع الأمني لوجود هذا العدد من النازحين هل هذه الخطة الحكومية ربما تقلل الهواجس من أي خطأ أمني أو خطر أمني ربما يتشكل؟ حكما المخاوف محقة ولكن دون أن تصل إلى حدود إثارة مواقف ليست في صالح العلاقة اللبنانية السورية أو العلاقة اللبنانية اللبنانية هناك مجموعة إجراءات تبدأ مع الأمن العام تصل إلى وزارة الداخلية إلى البلديات إلى المجموعات أو الوحدات الأمنية والعسكرية الموجودة في المناطق للتخفيف من حجم المخاطر الأمنية سؤال أخير معايا للوزير كان هناك اتهام أو شكوى من السفير السوري في لبنان تجاه وزاراتكم تحديدا وقد تم توجيه هذه الشكوى إلى وزارة الخارجية وكان حصل رد من قبلكم أيضا على هذا الموضوع يعني البعض في لبنان بات يقول أن كل الأطراف تتاجر بالقضية السورية ولقضايا انتخابية سواء كان في قوى الثامن من أذر أو الرابع من عشر من أذر أو يقول أنه مستقل كما هو الحال في جبهة النضال الوطني بسنا من تعود أن يتاجر بأي خضية لا بهذا المعنى ولا بغيره ثانيا بالنسبة إلينا الأمر لا يجزي لا انتخابيا ولا سياسيا نحن نتصرق مع هذا الأمر من منطلق إنساني بحث لماذا كان الاتهام لكم إذن؟ لأنه سفير النظام السوري هو المسؤول عن هذا العدد الكبير الذي يهجر إلى لبنان وهو يريد أن يثير هذا الغبار السياسي وهذا جدل السياسي حول مسألة الناس حين قناعة لعرق لتعمل جهود لغاية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية شكرا جزيلا لك وزير أشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور كان معنا عبر الهاتف عود إليك سيد زياد وأسأل عندك تعقيب طبعا يعني ما قاله معي للوزير يصب في المخاف اللي نحن عم نحكي عنه يتكلمون عن إجراءات يتكلمون عن سيادة وأمن الدولة يتكلمون عن دعم الدولة وعربي مالي بما يعني نحن غير قادرين ويتكلمون عن الدعوة إلى تقاسم الأعباء مع الدول العربية طيب جيد ولكن عندما يقولون أنه نحن إجراءاتنا بالأمن العام وبالداخلية وفي البلديات هذا يعني أنه هناك ناس ومجموعات دخلت إلى لبنان ولم تتمكن الأجهزة على الحدود من ضبطها لذلك يطلبون من البلديات في الداخل اللبناني البلديات المحلية والسلطات المحلية بحصى هذا العدد هذا يعني أنه هذه الأرقام هي أرقام غير صحيحة ولا أحد يقول أن هذه الأرقام هي أرقام دقيقة نقول إذن نحن أمام أعباء كبيرة أمام فرضيات كثيرة أمام عجز مالي وأمن يعني أنت متخوف منه حتى قبل أن تقدم له شيء هو هون الإشكالية المطلوبة أنه أنت لم تقدم له لنازح شيء وأيضا تتخوف من شيء يعني هو ما زال في إطار الفرضية لو كان لديك ما تقدمه له لما كنت تسعى إلى تمويل عربي ودولي تركيا والأردن وكثير من الدول تطالب بمعونات دولية وهي قادرة أن تقدم ذلك هذا أمر طبيعي يعني هناك مفوضية للأمم المتحدة معنية بشؤون هؤلاء يعني ليس بالضرورة أنه أي حكومة لا تستطيع أن تتعامل مع نازح أو لاجئ تطرد هذا النازح وإنما تلجأ إلى الجهات المعنية دوليا نقول ضبط تعود إلى فكرة الطرد نحن نقول ضبط عندما نقول ضبط يجب مراعاة كل هذه الحوامل هل الدولة اللبنانية قادرة على مراعاة كل هذه العوامل كنت سألتك أنا عن عدد هؤلاء يعني حتى لو تحدثنا عن ضبط الحدود يعني إدى لبنان ممكن يستوعب كيف ممكن تتعاطى مع هؤلاء ومن تختار ومن تنتقي لا ما فيك تختار ومن تنتقي ما تحدث عن هو جسأ أمنية مسألة ليست انتقائية المسألة هي عددية هل تستطيع الدولة اللبنانية تحمل 50 ألف 200 ألف 200 ألف وفقط نقطع السطر هون بدك تشوف ملأمة الدولة ووقعها وقدراتها هل مؤسسة نحن اليوم قدام وزير شؤون اجتماعية معني مباشرة بوضع اللاجئين والنازحين وليس لديه أرقام وليس لديه سجلات ولا يعرف من أين يبدأ لذلك ما نقوله هو الصواب بعينه العقلانية تقول يجب أن لا نزج بالنازحين دون أن يكون لنا قدرة على مراعاتهم إنسانيا تماما الآن أسألك سؤال واقعي نفترض في لبنان الآن ما يقرب على الأقل أنه عندنا مئة أو سبعين ألف هذا متفق عليك خلي الأمر يتعدل مئتي ألف إذا كانت قدرة لبنان لا تستوعب سوى مئة ألف وفق تقديراتكم ماذا تفعل بالمئة ألف الباقين الموجودين على الأرض اللبنانية هذا أمر يجب دراسته لأن هذه المسألة طيب هي الحكومة عملت خطة ما هو هنا يعني أنتم تعترضون على الخطة الحكومية وبنفس الوقت تقول الأمر يحتاج إلى دراسة هذا قد يستدعي إجراءات متعددة منها ما أنتم تخشونها هو الطرد ونحن لا نريد الطرد ولكن لا نريد أعداد إضافية لا يمكن للبنان أن يتحمل أعداد إضافية يجب على الدول التي تمول هذه الحرب في سوريا أن تمول أيضا مقاسي وأضرار هذه الحرب لسنا نحن المعنيين في هذه الحرب ما جاوبتني بعد على سؤالي فيما يتعلق إذا بدي إلك بدنا نطرد مئة ألف رح تقول لي أنت عنصري وإذا بدي إلك بدي خليهم دون إمكانات رح تقول لي هذا عمل غير إنساني لذلك على الدولة اللبنانية اليوم قبل الغد أن تضبط الحدود لكي لا تزداد الأعداد وأن تبدأ بمراعاة الأعداد الكبير الموجودة على أرضنا والغية غير معروفة طيب الخطة الحكومية هي تسير باتجاه ضبط الحدود تسير باتجاه توفير مساعدات مالية عينية وأيضا غير عينية للاجئين ووضع خطة متكاملة إحصاء لهؤلاء وأيضا بالتعاون مع مؤسسات دولية بهذا المجال لماذا اعترضتم في تكتل التغيير والإصلاح في الحكومة على هذه الخطة لأن هذه الخطة فعليا غير عملية لما؟ لأن تحتاج إلى كثير من الوقت والوقت يعني يداهم النازحين طيب والحال كان برأيكم؟ برأي أن يجب الحكومية يجب الحقول دون وقوع لنا هذه المشكلة منذ سنة طيب الآن ما الحل الآن برأي تكتل التغيير والإصلاح؟ الحل قد يكون على حساب النازحين كثير من الانتظار وقليل من المساعدة بانتظار تتبال ورسوله شو الحل اللي ترحينه الآن تكتل التغيير والإصلاح؟ الحل الوحيد بعض الوقت من الانتظار ضبط الحدود تجميع النازحين ومعرفة أماكنهم وأعدادهم الحقيقية ومساعدات أكثر من المساعدات الموعودة لأن هذه المساعدات اليسيرة قليلة قد لا تخدم الحاجة من المسألة الإنسانية أنتم مع إيجاد مخيمات لهؤلاء؟ لأن الحكومة كانت تعترض على وجود مخيمات لأن هذا سيصنفهم كلاجئين بالمفهوم الدولي مسألة المخيمات بمفهوم المخيمات التي نحن نعيش أزمتها في فلبنان منذ العام 48 قد تؤدي إلى إطالة الأزمة دون أن نعرف فعلا متى تنتهي أزمة سوريا كيف يمكن أن تتحقق عودة هؤلاء ولهذه المخيمات هي مخيمات دائمة ومؤقتة وما هي عوامل جعلها دائمة ومؤقتة لذلك من هذه الأسئلة لا تملك الإجابة لأن سياسة النائب النفس التي كنا نعترض عليها منذ سنتين ومنذ سنة حول مواضيع مختلفة وجوهرية ومنها هذا الموضوع أوصلت إلى هذا الفراغ في الإجراءات الوجب اتخاذها سريعا لضب هذا الموضوع يعني أنتم لستم أيضا مع إقامة مخيمات للاجئين طبعا طالما لا نعرف أفاق الإقامة في لبنان هناك مشكلة أيضا طيب هل تملك الدولة اللبنانية قدرة على ضبط الحدود يجب لكي تملك القدرة يجب أن تملك القرار هل نحن في دولة لديها قرار واحد صريح بضبط حدودها الكاملة لكي لا يكون منطلقا لدخول وخروج عشوائي منطلقا لأعمال عسكرية منطلقا لتدريبات عسكرية للتهريب وغيره نعم أم لا سؤال بسيط قبل أن ندرك فعلا ما هو حجم القرار لا يمكن ضبط الحدود ولكن في ظل هذا القرار بهذا الحجم هل نحن قادرين؟ هذا سؤال هل كل الفئات الشعب اللبناني الموالية والمعارضة متفقة على ضبط الحدود ووقف هذا المشروع أو أقله التدخل في الشؤون السورية؟ هذا سؤال أخر من ناحية الأمنية هل تقدر الدولة اللبنانية على ضبط الحدود؟ لأنه في حديث عن معابر شرعية ومعابر غير شرعية وكان كلام رئيس الحكومة ميقاتي نجيب ميقاتي السيد نجيب ميقاتي حينما السؤل فيما يتعلق بالضبط الحدود قال أنه إذا نحن أحصينا هؤلاء أو حاولنا ضبط هذه الحدود وكاننا نعترف بالمعابر غير الشرعية التي دخل منها الكثيرين أو كثيرون أساسا كل هذه الأعداد دخلت من معابر غير شرعية والدليل عدم مسك الدولة للسجلات الواضحة وعدم إدراكها ومعرفتها بالأرقام وتوزيع الجغرافي لهذه الفئات من النازحين لذلك عزر أقبح من ذنب القول أنه ضبطنا للحدود يعني الاعتراف بمرافق أو بمعابر غير شرعية وهي موجودة بالفعل الجريمة الكبرى قال لا نضبط هذه الحدود مع علمنا أن هناك خلل في سياسة النائب النفس حول هذا الموضوع أين الخلل اللي حصل فيها؟ وضع رأسنا في التراب وعدم رؤية ما يحصل حولنا يعني هل كانت الحكومة تملك وتقدر في آن على اتخاذ قرار غير النائب النفس فيما يتعلق بالأزمة السورية وهي أزمة طاحنة وتدعياتها على لبنان كل يوم تكبر شوف طالما هناك انقسام في لبنان وهناك فئة في فريق سياسي كبير تدعم ما يحصل في سوريا وهناك فئة تسعى إلى النائب النفس السلبي بمعنى أن لا تقوم بأي شيء أن تقوم بأي تحرك بأي تتخذ أي قرار أمني عسكري اقتصادي سياسي هناك مشكلة كبيرة وهذا الانقسام سيؤدي إلى مزيد من طفاقهم الأزمة التي قد تتول وقد تكون تشكل انفجارا داخليا على مستويات مختلفة أولا عدم قدرة الدولة من مساعدة هؤلاء تسمح لي الآن معنا عبر الهاتف السيد وائل نجم وهو قيادي في الجماعة الإسلامية مرحبا بك سيد نجم طبعا أنتم في الجماعة الإسلامية لديكم جمعيات معنية بمتابعة وإغاثة اللاجئين السورين شركاء في الوطن كما هو تقتل التغيير والإصلاح يقول بضبط الحدود أو الدعوة إلى ضبط الحدود ومنع تدفق اللاجئين أكثر مما هو عليه لأن الحكومة لا تستطيع ولا تملك القدرة على متابعة هذا الملف من خلال تعاطيكم على الأرض مع اللاجئين السورين هل ترى هذا الموضوع هو لديه إمكانية سواء إمكانية واقعية في التطبيق ويحظى أيضا بموافقة أخلاقية أو بغطاء أخلاقي أيضا تحية أولا لك ولضيفك وللمشاهدين طبعا موضوع اللاجئين السوريين أو الناجحين السوريين إذا نظرنا إلى الموضوع على أن حركة نزوح داخل وطن واحد فهذا لا يعطي الحكومة من مسؤوليتها تجاه هؤلاء ولا يعطي أيضا الشعب اللبناني من مسؤوليته تجاه هؤلاء أيضا وإذا اعتبرنا أنهم لاجئون على اعتبار أنهم يجتزون الحدود من دولة إلى دولة أخرى فإن هذا أيضا لا يعطي الحكومة اللبنانية من واجباتها والتزاماتها ومسؤوليتها تجاه هؤلاء ولا يعطي أيضا الشعب اللبناني من مسؤوليته تجاه هؤلاء أيضا بأي اعتبار أخلاقي أو إنساني أو ما سوى ذلك القضية الثانية أن حكومة اللبنانية حكومة النائب النفس هذه تأخرت في معالجة هذا الموضوع منذ اليوم الأول للأزمة التي اندلعت في سوريا أو للثورة التي انتفضت فيها الشعب السوري وبدأت حركة اللجوء لجوء الشعب السوري إلى دول الجوار المختلفة حكومة النائب النفس هذه أدارة في بداية الأمر لحركة اللجوء هذه التي بشرها الشعب السوري الذي لم يكن مقتارا لهذا الموضوع الذي دفع هؤلاء إلى القروج إلى لبنان أو إلى تركيا أو إلى الأردن أو إلى أي مكان آخر أو حتى في الداخل السوري هي حركة الموت التي كانت تطارد هؤلاء في المدن والقرى والأخياء وما توا ذلك هذا يبحث عن أمن يبحث عن استقرار يبحث عن ملاز آمن وبالتالي ما دفعه إلى لبنان ليس حبا في الوجود في سقيع البقاع اليوم أو في سقيع الشمال اليوم السلوج تغطي الجبال وتغطي هذه المناطق وهو يلتحف السماء ويفترش الأرض كما يقال ما دفعه إلى البحث عن ملاز آمن فر من الموت وبالتالي من غير الأخلاقي ولا الإنساني ولا بأي معيار من المعايير أن ينظر إلى هذا الموضوع نظرة غير إنسانية وغير أخلاقية لأن هذا التزام أخلاقي وإنساني يجب أن يكون من أي إنسان تجاه هؤلاء طيب ضيفي هنا في الستوديو سيد وائل يقول إذا كانت الدولة تعجز على الأقل إنزال هؤلاء بحياة أو التعاطي مع هؤلاء بطريقة تتناسب بالحد الأدنى من الإنسانية الدولة عاجزة هل من اللائق إنسانيا أيضا أن نترك هذه الأبواب مشروعة لتدفق أكثر وتعاطي أقل إنسانيا مع هؤلاء أم أن الحل نضبط الحدود نحدد عدد هؤلاء قدرة الدولة اللبنانية على التعاطي معهم والتعاطي معهم على أن الدولة قادرة على التعاطي معهم كجزء أو مثل ما يتم التعاطي مع فئات أخرى بالمجتمع اللبناني ومن يتبقى يذهب إلى أماكن أخرى ونحن نطرح السؤال أيضا بطريقة أخرى هل من الجائز أستاذ محمد أن تقتل الحيوط بوجه هؤلاء وأن يتركوا للموت في دمشق وفي ريف دمشق وفي أي مكان آخر من سوريا هذا السؤال أيضا يطرح أخلاقيا وإنسانيا هل يقبل هذا الموضوع فلنقص هذا الأمر على أنفسنا نحن أثناء العدوان الإسرائيل على لبنان لجعنا إلى سوريا فوجدنا منازل السوريين مفتوحة لنا والشعب السوري يستقبلون أفضل استقبال ولذلك هذا الموضوع الدعوة إلى إخفال الحدود الدعوة إلى ربما طرد هؤلاء العدل الزائد هذه مسؤولية الدولة ومسؤولية الحكومة فلتبحث ولتفتش لو أنها منذ اليوم الأول أدارت نظرها إلى هذا الموضوع ربما لم نصل إلى هذه الحالة التي نعاني منها اليوم ربما كان هناك حلول أفضل من هذا الكثير وأن يأتي هذا الإلاج متأخرا خير من أن يأتي مطلقا الحديث عن إخفال الحدود هذا ربما يقود إلى خطر أكبر لأن هذا الذي يلجأ وأنتم تتحدثون عن معابر غير شرعية وعن دخول ربما غير شرعي بالمعنى القانوني هذا الذي يبحث عن النجاة بنفسه من الموت سيدخل من أي معبر يكون موضوعه وبالتالي الدولة مسؤولة بأي شكل من الأشكال هناك مختة ثانية أخ محمد باختصار تفضل وهو القضية ثانية أن الدولة مسؤولة أيضا لأن هناك من تعمل دولة على إيقافه من الذين يدخلون بطرق غير شرعية ثم يصار إلى ربما في بعض الحالات إلى تسليمه إلى النظام في سوريا وهذه مسؤولية تتحملها الحكومة بشكل كامل لا يمكن لهذا الموضوع بل يصار إلى تنظيم بطاقات لجوء أو ما سوى ذلك إلى هؤلاء لأنه لا يمكن أن يعادل إلى موضوعه ثانية شكرا جزيلا لك سيد وائل نجم المسؤول الإعلامي للجماعة الإسلامية في لبنان طبعا مشاهدين بعض الفاصل نتحدث عن مستقبل الملف اللاجئين السوريين في لبنان إذا ما استمر النزوح أو إذا ما طالت الأزمة السورية مع ضيفي هنا في الأستوديو تابعنا أثر اللجوء السوري على لبنان إذا ما استمرت الأزمة وطالت في سوريا كثير من السيناريوهات مطروحة وكثير أيضا من الرؤى وتكاد تكون متضاربة سواء كان مع من يتعاطف مع النظام أو مع من يعارض النظام السوري قبل أن نعود إلى ضيفي ومتابع في هذا النقاش نشاهد وإياكم مكتطفات من الصحافة اللبنانية والعربية فيما يتعلق باللاجئين السوريين في لبنان كتب إياد أبو شقرة تحت عنوان نموذج لبناني للكراهية الانتقائية قائلا لا غربة فيما قاله باسيل منذ أواخر الشهر الفائت حول النازحين السوريين الذين شردهم وهجرهم النظام الذي سبق له أن شرد ميشيل عون وهجره قبل أن يصالحه ويستخدمه لغما لنسف الوفاق اللبناني وفي إصرار باسيل على موقفه أمس تأكيد لثوابت الكراهية والحق ضد شعب شاء عون أم أبا يظل شعبا شقيقا للشعب اللبناني بكل طوائفه ومكوناته ويتابع أبو شقرة طيار عون يشعر اليوم أن تدفق النازحين السوريين يساعده في المزايدة على خصومه في الشارع المسيحي في مسيحيته ولبنانيته عبر تخويفه للمسيحيين اللبنانيين من الغرق في البحر البشري المسلم ثم اتهامه ضمنيا القيادات المسيحية المنافسة بالتواطئ مع الأفريقاء اللبنانيين المتعاطفين مع هذا البحر فيما رأت رزانة أبو منصف في مقالتها بعنوان النازحون قنبلة مؤجلة في قلب الحكومة إن كثرا يخشون أن يكون تزايد أعداد النازحين بمثابة قنبلة مؤجلة يمكن أن تنفجر في لبنان لاحقا تبعا لتداعيات الأزمة في سوريا وصبل انتهائها إلا أن اللافتة أن الخلافة في هذا الإطار لم ينشأ بين الأكثرية والمعارضة في المرحلة الراهنة بل بين أفريقاء الحكومة نفسها وتضيف بمنصف المشكلة تكمن في الحكومة نفسها أو بالأحرى في أطرافها الأساسيين الذين تعاملوا مع النازحين وكأنهم من طائفة معينة وينتمون إلى المعارضة وأنهم يتخذون من لبنان مقاررا لإعادة تزخيم أنفسهم ومواجهة النظام على ما جرى تطبيقا لهذا الاعتقاد خلال أشهر طويلة من عمر الأزمة السورية إن من خلال ملاحقة معارضين السوريين أو خطف بعضهم وثمت من يقول أيضا أن السفير السورية يحاول أن يقيم توازنا في لبنان بين دفع الدول الغربية لبنان إلى مساعدة النازحين واحتضانهم أي أن تكون توجهاتهم السياسية قشرة أولي من شروط مساعدة لبنان في هذه المرحلة وبين دفاع النظام عن نفوذه وسيطرته على قرار لبنان في هذا الشأن إذن أكثر مما قال فيما يتعلق خليني لو بدأنا مع إياد أبو شقرا وصب هجوم مباشرة على الجنرال عون اللعب على وتر الخوف البسيحي من الاختلال بالتوازن الطائفي عندما تتحدث أنت عن عدد كم من النازحين من لون مذهبي معروف أو واحد إلى لبنان هو خلل في التوازن الطائفي لكن سمعنا جنرال عون لم نح إلى هذا الموضوع في أكثر من مرحة نحن نحكي عن عدد كبيرة نحن كدولة غير مؤهلين عن كل المستويات وعدتلك من استعارة طيب ما هو الخوف هذا يشارككم فيه آخرون داخل الحكومة وخارج الحكومة لكن لم يتخذ هذه الخطوة التي اتخذتمها فيما يتعلق بمعالجة الملف الخطوة ضرورية وكل ما قاله الوزير شؤوني الاجتماعية وكل ما قاله سمحت السيد وكل ما قاله عمار الحوري يصب في ذات المخاوف وفي ذات الاتجاه اللي نحن عم نتكلم عنه الفارق أنه هن يعتبرون أنه المسألة الإنسانية فقط وكل ما دونه ما له قيمة نحن نعتبر أنه المسألة إنسانية ولكن لا يجب فقط النظر إلى الشأن الإنساني دون مراعاة عوامل أخرى مختلفة لأنه هذه فرضيات وهذه مخاوف موجودة ومن حقنا نحن كشعب لبناني على هذه الأرض أن نخاف من تراكم هذا العدد في ظل ضعف الدولة في ظل ضعف المؤسسات في ظل التعطيل للدولة وأجهزة الأمين من ممارسة دورة على الأرض اللبنانية وإلا إسألك سؤال ما هو الداعي لترك هذه الحدود فالتة من الشمال إلى البقاع ما هو الداعي ما أحد قادر على ضبطها البعض يجاوي ليش ما أحد قادر لأنه هناك معرق إقليمية دائرة لبنان وطرف لبناني شريك فيها لا مش من الحكومة الشريك لذلك نحن نتعرض للضغط في لبنان ونحن سنتحمل كل سلبيات هذه المعركة لو نحن كنا لسنا أطرافا فيها لايش بدو يتحمل لبنان لحاله فيك تنكر سيد زياد أنه هو في السياسة مقبول بالعكس ربما البعض يقول أنه نوع من الشطارة والفلفلك السياسية فيما يتعلق بالتوازن لو كنا نتكلم فقط عن السوريين مع النظام أو ضد النظام ولكن نحن نتكلم عن السوريين كنازحين كواقع موجودة على الأرض نحن لم نفرق بين نظام وغير نظام نحن نقول أنه وإن كنا كما يدعون أنه نحن حلفاء هذا النظام وقد كنا أعداء له وكنا على الأقل نتخذ موقف دائم لألو أو دائم للطرف السياسيين هنه جزء منه موجودين على الأرض اللبنان لذلك نحن نتكلم بشكل عام عن كل السوريين عن كل النزحين ونقارم مع واقعنا وندعو إلى وقف هذا النزح لأنه سيصيب لبنان من الداخل وهذا حقنا كل لبنانيين نحن أصحاب هذا الحق ونحن أصحاب هذه الأرض ونحن مسؤولون عن الشعب اللبناني برمته وليس فقط عن المسيحيين لذلك المزايدات علينا من الموضوع المسيحي وفي الانتخابات وغيره هذا كلام سياسي انتخابي أكثر ما هو كلام واقعي لأنه ما حدا بعد في هذه الدولة وفي كل الأطراف السياسيين أعطى جواب واضح عن الأعداد عن الأموال عن الأمن عن المساعدات عن التمويل ما حدا أعطانا جواب بعد معي نص ديئة كل اللي طرحته حضرتك هو مخاوف وهواجس نريد خطة على الأقل خطة للخروج من هذه الأزمة ما فيك تلخصنا خطة ربما موجودة عندكم ما فيه خطة واضحة ضبط الحدود يعني إعادة جدولة الموجودين مراعاة وضعهم توزيعهم بشكل قادرين على ضبطهم من كل النواحي تأمين التمويل السريع من كل الدول العربية لأنها معنية بالتمويل هذه الحرب وهي معنية بتهجير هؤلاء وهن مسؤولين عن هذه المعركة ليس لبنان فقط مسؤول عنها ومش صحيح أن يتحمل الشعب اللبناني كما يقولون أنه على الشعب اللبناني أن يتحمل وزر هذه المعركة الشعب اللبناني لم يعد قادر على تحمل أعباء أكبر من طاقته أشكرا شكرا جزيلا لك المحامي زيادة أسود النائب عن قتلة الإصلاح والتغيير كل شكر والتقدير طبعا لمن كان معنا ضيفا في هذه الحلقة وشكر وتقدير بني ومن فريق البرنامج مشاهدين على حسن المتابع إلى اللقاء اشتركوا في القناة